العيد اللي فاتحنا ده اسمه عيد اللحمة فكل الناس بقى كلت وفتة والكلام ده كله انت بتنصحي بايف لما حد يجيلك جيم بذات لو بنات لو انا بنت دلوقتي جات مرة معيك هل هتنصحيني اعملي كارديو ولا يلا نلعب ويتس هتعملي ايه عشان احرق اللي انا عملته في العيد في العيد هو اول حاجة طبعا كان فيه السؤال ده تسألته كتير قبل العيد يا ترى ان انا اكل ايه او اكل ازاي انا دايما بقول ان يعني مفيش حاجة اسمه انظم اكل انا بمشي عليها لطول مدى الحياة ده غلا لكن في حاجة اسمها اللي في ستايل بتاعي ان انا بنظم او الاسلوب بتاع الحياة بتاعي ماشي ازاي او هنأكل بس هقسم وجبات يعني مش معنى ان هو عيد مثلا سواء كان عيد لحمة وعيد كحك وبسكت يعني هيكل او بس مش هيكل كمية الحصل حصل كالت بقى او متأجب ليش ضغيري بقى زيك الحصل حصل يعني على حسب الهدف بتاعها فيه ناس مثلا هي قريدي ووزنها كويس الشيب بتاعها كويس يعني مش تخينة ومش رفياة لك عكس مثلا لو حد تاني يعني وزنها فيه اوفر ويت شوية الوزن الزيادة شوية فبالطبيق بنعمل طبعا نظام كارديو لازم تمشي عليه مع نظام تمارين مكومة بالاوزين ما بلعبش ده الواحد وده الواحد انا حسنا انت ما شاء الله ما شاء الله عارفة تعملي المعدلة دي يعني انت انا حسنا فيه ويتس في الموضوع اكيد صح؟ طبعا اكيد اه المدربة بقى ليه 18 سنة فطبعا اكيد لازم ابقى وانتي مش ضد ان البنات تشيل ويتس حتى لو كتير شوية لا طبعا ما فيش مش ضده خارج بس هي لازم على حسب الهدف برضو بتاعها تاني لان فيه بعض الناس تبقى داخل الجيم اول ما تخش عايزة تشيل اوزان على طول ده طبعا بيعرضها لايه بيعرضها لإصابة بالذات لو هي معايش مثلا كوتش او حد وايف معاها ده ممكن يعرضها لإصابة طبعا البنت تشيل عادة للبنت عكس الولد يعني الولاد مثلا من اول اسبوعين 30 يوم ماكسلا مثلا تلاقيه العضلات ابتدت تطلع هو عنده الهرمون هرمون الزكورب عنده اعلى طبعا يعني البنت عندها بنسبة بسيطة قوي فمهما شايلة اوزان مش هيطلع لها زي الولد بس بالعكس ده بيشد الجسم يخلي شكل الجسم مرسوم اكتر لو هي مزبطة اكلها مع التمارين الاكل 70% صح اوه 80% بجد احنا ساعد بنظبط اكلنا بس ما بنخسش زي لما بنتمرن لا احنا بنظبط الاكل مش موضوعنا يبقى فيه حاجة غلط يبقى فيه مش عاملين بالانس ما بين الاثنين مش عاملين توازن ما بين الاثنين طول ما انا مزبطة اكلي وانا بدخل الفاتس اللي انا محتاجها بشكل صحي يعني بدخل الدهون صحي مش دهون در انا مزبطة اكلي باكل عدد واجبات تكون متنسقة مع اليوم بتاعي ومع التمرين اللي انا بتمرن كويس مع نظام تمارين كويس كده هتلاقي شكل الجسم مجدوط شكل الجسم مش بزيد حتى لو بزيد مع التمارين الهوائية والكارديو كل ده بيرجع ايه بيتزبط تاني مش مش بتفضل على طول فيه وزن زيادة تتقولي 80% رياضة ام 80% اكل و20% رياضة بالضبط ممكن نلاقي ناس كتير اوه تبقى مثلا بتتمرن بقالها سنين بس شكل الجسمها مش بين عليه فرق ده ناس كتير جد عكس الناس كتير اوه تنزل تتمرن مثلا معي من اول 30 يوم مثلا مكسم شهرين بتلاقي شكل الجسم بتادي ياخد شكل وبتقدت تنقص في الوزن كتير عشان حطيطي لها انت النظام الغزائي النظام الغزائي بنمشي عليه وبزبط لها نظام الاكل بتاع لمدار اليوم تمام طبعا مش بنلتزم بنظام اللي هو مدى الحياة يعني بس لازم في البداية بقى فيه نظام اكل محسوب سعرات بتمشي عليه كويس قوي مع نظام التمارين اشتركوا في القناة